موسيقى 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 إذن نضملنا بالاستوديو محمد الحمايدة لحتى نحكي عن آخر أخبار كرة القدم وشو بيشغل الساحل موسيقى الخير حالا شو الأخبار؟ أهلا وسهلا فيك مبارح حالا كنا مع أول مباراة رسمية لهذا الموسم أخيرا الموسم قرر بيبلش كنا مع أول مباراة رسمية في الدوريات الخمسة الكبرى وكانت كأس السوبر الفرنسي واللي توج فيه ليل ببطل كأس كأس السوبر الفرنسي على حساب بطل كأس فرنسا بطل كأس فرنساばいستان جرمان الموبرارة التي كانت أغلب المشجعين مستنيوها عشان يشوفوا باريستان جرمان اللي يعني كسر الدنيا في سوق الإنتقالات انتهت لليل أداء ونهتيجة المباراة طبعا كانت كبداية ليمكن لمهت المV اللي يعني تكتيكيا هي المباراة المستنيهة الجمهور ولكن على صفقات باريس هانجرمان من دوناروما في حراسة المرمى لراموس في الدفاع لحكيمي لفاينالدوم لهجومهم الكاسح ايكاردي وامبابي ونيمار كان لكل منتظر مباراة كثير قوية لكن باريس خيأ بالناس بالنتيجة وخيأ بالناس كمان بالتشكيلة اللي ظهر فيها ما شفنا نيمار ولا دي ماريا ولا ماركينيوس اللي هم لسه في اجازة بعد مفاق بعد ما وصلوا نهائي كوبا امريكا ما شفنا راموس لانه لا هو لم باب بلعب اي دقيقة مع الفريق فالمدرب قرر نفوت بتشكيلة اللي شوي لقب مع بعض في المباريات الافتتاحية المباريات التحضيرية للموسم ولكن ليل اثبت انه ما زال يعني شوكة خلينا نحكي في حلق باريس سان جرمان بعد موسم مقنع جدا كان في ليل محليا توج فيه في النهاية ببطل الدوري الفرنسي طيب هل هاي المباراة يعني هتأثر على حضوذ باريس سان جرمان بالموسم المقبل سواء في دور الابطال ام في الدوري الفرنسي يعني انك خسارة انهم انهم خسروا الكأس في حالي يكون ادام يعني مباراة مباراة لا يحكم عليها لانه فعليا زي ما حكينا عندك تقريبا ستة اساسيين رح يكونوا في الموسم القادم ما كانوا حضرين ولكن بتعطيكي مبدأ انه انه بوكيتينو مش هالمدرب اللي يعني معبي مكانه عرفتيا يعني بتحسي انه مدرب حتى بتشكيلة باريس سان جرمان الموجودة كان المفروض انه يقدر يفوز على ليل يعني انت اوكي عندك في نقصة عندك اسماء اقوى فرديا من اسماء ليل فيبقى الخوف من بوكيتينو كمدرب وليس من الفريق كفريق لانه انت عندك لما يجي دونا روما وعندك نافاس بقدم اداء جيد جدا حتبدي مين على مين حتخلي واحد كأس واحد دوري هتشوف من الاشطر راموس داخلها تشكيلة جديدة هل حينزل اساسي من اولها ككابتن ولا حيضل ماركينيوس كابتن في اك فيه اشياء لازم يعني فيه قرارات المدرب اللي بحكم فيها ويمكن بوكيتينو مش هالمدرب الانجح او الانجع انه ياخد قرارات زي هيك مع تشكيلة بنجومية تشكيلة باريس سان جرمان صح بتحس يعني حتى التشكيل الاساسية والبودلاء كلهم بقدروا يلعبوا كفريق اساسي فقراروا بساطة المدرب هو اللي راز ان يكون عنده القرار النهائي بس يعني زي ما حكيت انت اذا ما فازوا بهاية التشكيلة المخيفة فبايش رح يفوز باي مرحلة انه يفوز باي لقب بدون هاي تشكيلة الاحلام زي ما بيحكوا فانت حفلت ايدك على جرح باريس سان جرمان يعني كرقميا لو انا رئيس نادي وضخيتها المبالغ كلها المفروض انه دور الابطال كان احرز في السنتين اللي راحوا صح انهم وصلوا نص نهائي ونهائي لكن ما توجه باللقب وفعلا انت عندك مبابة مثلا اللي هو نجم الفريق الاول واللي بيبنوا عليه الفريق كاملا يمكن السنة جاي نشوفه بيطلع بلاش بعد بقية 180 مليون نمار هل نمار لحاله رح يكون قادر يشيل فريق نمار عنده الجودة انه يحمل فريق كامل لكن ما بتيعرف يمكن لما يصفي لحاله بالفريق ما يظهر بالاداء اللي هو انه انا النجم الاوحد انا لدي احمل مش رح يكون ميسي برشلونة ما رح يكون نمار هو نفس الشخص في باريس سان جرمان جابوا راموس كقائد للفريق هل رح يكون فيه راموس القائد الاوحد اللي حيقدر يقود الفريق اما رح يكون راموس انه جاي جديد رح يكسافي فيه ضي يعني عدائية بينه وبين بعض اللاعبين اللي هم لهم دور قيادي من قبل في باريس سان جرمان فالخلاص انه باريس سان جرمان فعلا هو معه سنتين اذا ما احرز فيهم دوري ابطال او ما احرز بطولات كبيرة او ما احرز خماسية فهيدخل في مرحلة الاحلال والتغيير مرحلة يمكن تكون خطيرة على ناجزة باريس سان جرمان بنجوم انه هاي الحقبة كلها تيجوا تنتهي من غير ما يطلعوا بلقب كبير وبالاخرهم الدوري الفرنسي او كأس فرنسا ما اعتبروا هالبطولات اللي يندفع فيها هاي المبالغ كلها الافتفى فعلا هم باريس سان جرمان في مرحلة سنتين اذا ما احرزوا فيها يمكن معك بنية بالمية طيب بننتقل لخبرنا الثاني في خبرنا الثاني جدد اللاعب الفرنسي كريم بن زيما عقده مع ريا المدريد حتى عام الفين وثلاث وعشرين الفرنسي واللي متوقع ان يكون قائد الفريق الموسم القادم عنده حرية مغادرة الفريق بعد نهاية الموسم القادم من غير ما يترتب عليه اي استحقاقات مالية وايضا عنده الحقيقة انه يكمل لموسم الفين وعشرين بخياره الشخصي فهيمكن هذا الاشي اللي بيخلي الناس يعني تصفن فعليا انه شو قصة شو القصة يعني ليش كريم بن زيما يتلقى هاي المعاملة في ريال مدريد صح احنا شوفنا كتير اسماء كبيرة عم تخرج من ريال مدريد واخرها كان راموس يعني كلنا انصدمنا من هذا الموضوع فزي ما حكيت برجو عناس كلهم بيسألوا اسئلة انه بن زيما انه شو سبب حب ريز لبن زيما وبن زيما انتي ما تطرع على راموس طلعي راموس وفران طلع ورونالد وطلع زيدان اجا وطلع مدربين تغيروا بن زيما باختصار يعني كيف الام اللي الناس بحسدوها على ابن من ولادها انه كثير رضي ومطيع وهني وكل اشي كريم بن زيما هو هذا الشخصي يمكن ما يكون كارقام يمكن ما يكون كارقام هو يعني كمهاجم هالمهاجم الفذ لكن الزلم عمرو ما سمعنا انه بيهدد انها ترفع وراتبية اما بطلع ما عمرو ما سمعنا انه وكيله بيسمع يعث بيريز انه عندي عروض من اندي اكبر الزلم يدخل على الريال من يومها بلعب بتبدل عمرو ما اعترض بقعد احتياط عمرو ما اعترض كان رونالدو رونالدو يعني بتذكر في مباراة كانت مع ماله في دوري الابطال وانتهت تمانية في ذلك الوقت للريال يومها كان بن زيما رأس حربة ورونالدو بلعب جناح يسار وكان بنيتز المدرب فرونالدو بعد ثاني قول شاف ان المباراة رح تفتح كثير فراح وش وش بنيتز كلمتين غير خل رونالدو رأس حربة ولاعب بن زيما اللي هو اصلا رأس حربة لاعبه كجناح يسار عشان رونالدو يظل يجيب قوال ومع ذلك بن زيما ما اعترض فهو باختصار بن زيما هو الابن المهذب اللي ايحد بتمنى زلم يراضي بكل اشي نزلوا راتب وما حكى لا حكوله عقد سنتين حكى لا يا عمي بعد السن الجاي اذا لقيت حالي انه انا مش قادر اني اكمل في الفريق رح اطلع حكوله طب اذا هيك خلص خد سنتين لالفين واربعة وعشرين ومتى ما تحس انه انت فعلا مش قادر تعتني لفريق هالاضافة فخلص يا عمي الله يسهل عليك فيه تفاهم متبادل خلينا بيحكي بين الفريق بين الفريق واللاعب ما عمره تكبر على النادي ما عمره طالب باشي اكبر من حجمه كلاعب عارف انه اوكي مهاجم جيد لكن مش مش ليفندوفسكي مش سواريز فعزو مش ميسي فعارف هو حجمه وعارف كيف يرضي النادي فبالتالي عامل معادلة تكون وين وين بينه وبين الفريق فهذا الاشي اللي يخلي انه بيريز يحبه كلاعب ويخليه في النادي الى يومنا هذا بدون اي مشاكل تذكر صح بس هل شفنا مثلا راموس ابل كان يعني هل انا ما يعني ما صراحة انت وبعت كثير على الموضوع هل شفنا انه هو عم بيطالب بيراتب اعلى او هل كان يعني راموس غير بيطالب بيراتب راموس كان بيطالب بيراتب من غير تخفيض وبدو بدو راتب اهلا ام اخ يعني الريال عندهم سياسة فوق الثلاثين سنة بنزل من راتبك عشرة بالمية وعقدك يجدد لمدة سنة واحدة راموس كان بدو منوم سنتين وراتب ويرتفع او اقل ما فيه يضل زي ما هو فهي فعليا راموس كان مؤدل اخلاقية في الريال انه هل عشانه قائد انخليه يمشي بشروطه ام هل القانون رح يطبق على الجميع وهذا اللي صار انه راموس بالاخر طبق عليه القاعد اللي طبقت على الجميع شفنا مدرج بجدد من غير اي فلسفة مع خصم راتب شوفنا بنزيمة نفس الاشي يمكن بنزيمة الفرق انه كان له سنوات زيادة بس ما اعترض على موضوع الراتب وفي كل سنة رح ينزل يعني السنة الموسم هذا سينزل عشرة السنة اللي بعد رح ينزل عشرة فانه حتى لو جدد سنة واحدة بديني عن جدد كمان سنة حيكون بنفس السياسة اللي هي ريال بيطبقها على جميع اللاعبين اللي فوق سن الثلاثين سنة وهي سياسة شايفك كل نوادي عم تمشي فيها هلأ يعني خاصة موضوع تخفيض الرواتب والظروف اللي مرأت على كل الدوريات والمشاكل المالية اللي عم تصير في النوادي ومعظم اللاعبين عم يقبلوا في الموضوع فهذا شيء كثير مني الحيله انه الاندي صارت يعني انسي الاندي اللي بتدفع مصاري انسي الاندي الرأس مالية النادي صار يبني علاقة بين النادي وبين اللاعب يعني صار اللاعب جزء من النادي فبيحكي اللاعب لأن هذا المكان احتضرني لكم سنة لكم موسم شفت معاه انجازات طب اوكي اذا صار في كورونا وحنشوفنا الكورونا اثرت على الجميع طب انا ما بدي انا نزل ببراتبي عشان هذا النادي يستمر في موضوعه ولكن للأسف بنشوف ببرشلونة بقاعدين يعانوا من هذه المشكلة انه برشلونة اليوم ميسي ما ما سجلوه بالفريق بسبب انهم ما عندهم سقف سقف الرواتب هم اصمة خطيينه وكبار اللاعبين مش عم برضوء يقصبوا من رواتبهم عشان يقدروا يشجلوا ميسي طيب منشوف حضوض مدريد قوية هالوسم بس قبل مرحل الخبرنا اخير طب حضوض الريال مدريد السنية الجاي يمكن الريال حيفوت بمرحلة احلاله تغيير يعني مشجع يعني اي مشجع للريال ما يتوقع الكثير من الريال الموسم الجاي لانه الريال في مرحلة اعادة بناء ولكن وهي انا يعني تحدي بيني وبينك الريال بعد افتتاح ملعبهم القادم راح يكون خلال سنة اقوى فريق في العالم ماديا وكاسماء وكلاعبين اها حلو اوك ما نشوف وعندنا في اخر خبر اليوم وهي اللقطة اللي اثرت في كل العالم انبارح وهي اول مرة يمكن نطلع عن اطار كرة القدم هي اللقطة اللي صارت بين لاعبي الوثب العالي القطري معتز برشم والايطالي جيام ماركو تنبيري اللاعبين اللي كانوا بتنافسوا على ذهبية الوثب العالي يعني بدون من طول الشرح كانوا بتنافسوا على سنتيمترات قليلة واللي وصل فيهم انه هم الاثنين نطوا نفس المسافة كارتفاع فصفى الخيار بينهم انه هل بتحبوا تكملوا عشان تحسموا من الفائز بينكم انبتكم تتقاسموا الذهبية واللي هو قرار بالعادة لللاعب القطري كان ممكن يطمع انه يفوز فيها الحلوة انه كانوا اداءه افضل لكن اللاعب القطري قرر انه يتقاسموا الذهبية وما حتى يطمع والاثنين يتوجوا ابطال اللقطة هاي اللي اثرت في العالم كله مبارح هنشوفها في الفيديو التالي موسيقى يمكن thrance اذا كدت اذا أخذت اذا اخذت اذا اخذت اخذت اخذات الطعاية بسرعة الموقف عانية مظلوغة الموقف اللي صار معتزئل ولدورتين الفيديو بحاول فزبت ذهبية وما كان يقدر والطال يغاب عن الدورة الماضية في الأولمبياد بسلم تكسر في قدمه وشوفنا كان جايب معا الجبصيني اللي مكتوب عليها رود توكيو 2021 يعني الاثنين عندهم قصة يمكنني لو نعمل عنها فيلم أنه كل واحد كيف يستاهل يفوز بالذهبية وبالآخر القدر أنصفهم أنه كل واحد يأخذ ذهبية من غير ما يكون أكل حق غيره في الموضوع فكانت فعلا لقطة تستحق الوقوف عندها جدا جدا هذا يعني الهدف من الرياضة دائما نشوف مواقف إنسانية كتير حلو زي ما حكيت اثنين تعبوا لوصلوا للفاينلز والآخر اتقاسموها فجدا موقف إنساني وروح رياضية حلوة كتير ربعا من الاثنين طيب شكرا كتير إلك محمد ونلقاك إن شاء الله هذا الأسبوع اليوم الأربعة